السلام عليكم أصدرت حكومة الإنقاذ السورية قبل أيام القرار رقم 54 والذي ينص على إحداث إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية وبحسب القرار فقد جاء استجابة لمطالب الأهالي بعد جلسة جمعت أبو محمد الجولاني ورئيس حكومة الإنقاذ ورئيس مجلس الشورى العام مع الفعاليات المدنية والنخب الثورية وللحديث أكثر عن إحداث إدارة للأمن العام تابعة لوزارة الداخلية نستضيف السيد محمد عبد الرحمن وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ لنتعرف أكثر على تفاصيل هذه الإدارة المحدثة تقرير قصير ونعود إليكم عقد في الثاني عشر من شهر آذار الجاري جلسة طارئة جمعت النخبة والفعاليات الثورية مع مسؤولي تحرير الشام ومجلس الشورى العام وحكومة الإنقاذ السورية نوقشت فيها الأوضاع الحالية السائدة وما نتج عنها من مطالبات أهلية بإصلاح المؤسسات الأمنية والخدمية وتحسين السياسات الاقتصادية بما يخفف العبء عن كاهل الأهالي في المناطق المحررة عقب هذه الجلسة أصدرت رئاسة حكومة الإنقاذ القرار رقم 54 والذي ينص على إحداث إدارة الأمن العام ضمن وزارة الداخلية وملحقة بنظامها الداخلي وما إن صدر هذا القرار حتى بدأت الأسئلة تطرح عن جدية هذه الخطوة والهي بديل عن جهاز الأمن العام ثم ما هي الاختصاصات التي ستوكل لها وكيف ستكون علاقتها بالأهالي هذه الأسئلة وغيرها يطرحها الناس وينتظرون من الجهات المسؤولة الرد عليها بفارغ الصبر فهل ستلبي تلك الخطوة طموح الأهالي وإلى أي مدى سيقتنع الناس بهذه الخطوة الإصلاحية أهلا بكم من جديد وأرحب بك سيد محمد حياكم الله سيد محمد هل أصبح جهاز الأمن العام تابعا بشكل كامل لوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ؟ صحيح أصبح جهاز الأمن العام تابعا لوزارة الداخلية لكامل اختصاصاته وصلاحياته وإدارة الأمن العام هي إدارة مستحدثة مؤخرا في وزارة الداخلية تضم بداخلها عدة مديريات وأقسام مهمتها متابعة التخصصات الأمنية التي كان يتابعها سابقا جهاز الأمن العام وفق رؤية واستراتيجية جديدة تتناسب مع ضرورة المرحلة هل تستطيع وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ اليوم متابعة الملفات الأمنية التي كان يديرها جهاز الأمن العام من خلايا خطف وخلايا إجرام وغيرها من هذه الملفات؟ طبعا الوزارة قادرة على استيعاب هذه الملفات وإعادة النظر بنظام عملها والإجراءات التي كانت متبعة سابقا ومن ثم إعادة دراستها وتنظيمها وضبطها بالشكل الذي يضمن حسن سير العمل وسلامة الإجراءات وهذا سوف ينعكس إيجابا على تطوير العمل ومتابعة ملاحقة الخلايا المجرمة بإذن الله هل يمكن القول اليوم أن إحداث هذه الإدارة التابعة على وزارة الداخلية جاء نتيجة للأخطاء التي تم ارتكابها في جهاز الأمن العام بما يخص ملف العملاء؟ الأمر كان مخطط له سابقا حيث جرت عدة مناقشات في هذه المسألة منذ عام 2020 حيث كان يدور الحديث حول نقل بعض التخصصات الأمنية إلى وزارة الداخلية ولم يتم حسم الأمر في ذلك الحين لسبب عدة أمور لم يحسم النقاش فيها وفي الآونة الأخيرة ونتيجة لعدة ظروف وأحداث وانطلاقا منها بضرورة تفعيل العمل المؤسساتي في كافة المجالات وبصورة أفضل وبعد توجيه قيادة المحرر من أجل حل عدة قضايا داخل المؤسسات ومنها إعادة تشكيل جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية وجاء ذلك بعد جلسة عقدتها قيادة المحرر ورئاسة الحكومة مع مجلس الشورى العام ووجهاء المحرر والأكاديميين والعسكريين سيد محمد لو نتحدث عن صلاحيات الإدارة المحدثة إدارة الأمن العام ضمن وزارة الداخلية وأين يكمن عملها؟ وزارة الداخلية هي مؤسسة أمنية تعمل على حفظ الأمن والأمان في المحرر وإدارة الأمن العام هي أحدى الإدارات في هذه الوزارة التي سوف يكون لها دور كبير في حفظ الأمن ومكافحة وقوع الجريمة وسيكون لها نظام داخلي مدروس من أجل القيام بعملها ومن الطبيعي أن تركز هذه الإدارة على ملاحقة الخلايا التي تريد العبس في أمن المحرر كخلايا تنظيم الدولة وخلايا النظام المجرم لو نتحدث عن المعايير التي سيتم الاعتماد عليها في اختيار مدير وعناصر هذه الإدارة المحدثة بالنسبة لمعايير اختيار مدير الإدارة يجب أن يكون ذو كفاءة وصاحب خبرة في العمل الأمني والمؤسساتي والإداري وأن يكون صاحب قدم ثوري وعمل في هذه الثورة منذ البدايات وأن يكون مقيم في المحرر وأن يكون ذو أخلاق عالية وملتزم من كافة الجوانب يطالب الأهالي حاليا بمتابعة الموقوفين من أبنائهم في القضايا الأمنية من خلال الأهل أو حتى إمكانية توكيل محامي فهل سيكون هذا الأمر متاح في هذه الإدارة المحدثة؟ نعم تلقينا توجيهات من القيادة بهذا الخصوص ونعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة العدل من أجل استحداث محكمة أمنية والسماح لأهالي الموقوف في متابعة من يخصهم والبحث حاليا في آلية لتوكيل محامي لفاع عن الموقوف وهذه البنود هي قيد الدراسة لو نتحدث عن الموقوفين مسبقا في جهاز الأمن العام ما مصير هؤلاء الموقوفين؟ هل سيتم تحويلهم ليصبحوا ضمن ملاك وزارة الداخلية للإدارة التي سيتم استحداثها؟ في الفترة الماضية لقد قمنا بزيارة السجون مع السيد وزير العدل والاطلاع على حال المواقف في قضايا أمنية وهذه السجون أصبحت تابعة لإدارة السجون في وزارة الداخلية وستتم متابعتها وإدارتها وحراستها وتخديمها بالشكل اللازم وبالنسبة لملفات هؤلاء المواقف هي موجودة لدى الجهة القضائية وسيكون الباب مفتوحا أمام الأهالي لمتابعة الموقوف وتوكيل محامي دفاع له وفق البنود التي ذكرناها سابقا سيتساءل الأهالي اليوم هل سيكون هناك جهة رقابية في هذه الإدارة المحدثة لمتابعتها كي لا يحصل أي أخطاء قد تتسبب بظلم المساجد صحيح لدينا ضمن وزارة الداخلية إدارة رقابي وتفتيش وهي جهاز رقابي وسوف نعزز هذا الجهاز بكادر زكفاءة عالية وخبرة في التفتيش لمتابعة كافة التخصصات الأمنية خاصة بعد استحداث الإدارة الجديدة من أجل ضبط كافة المخالفات المسلكية ومحاسبة كل من يتجاوز في عمله خلال الفترة الماضية كان هناك صعوبة من قبل الأهالي لمتابعة الموقوفين لدى جهاز الأمن العام واليوم أنت تتحدث عن إمكانية متابعة الأهالي للموقوفين أو من يخصهم لكن هل سيتم تخصيص مراكز أو أرقام حقيقية ليتمكن هؤلاء الأهالي من متابعة أخبار هؤلاء الموقوفين بقضايا أمنية ضمن هذه الإدارة المحدثة؟ عملنا خلال الأيام القليلة الماضية وبشكل فوري على استحداث قسم العلاقات العامة للشؤون الأمنية ضمن إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية وسيكون هناك رقم للتواصل من أجل قيام أهالي الموقوفين والتواصل عبر هذا الرقم أو زيارة إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية للتواصل والاستفسار والباب سيكون مفتوح أمام الجميع إن شاء الله سيد محمد في الختام لو نتحدث ما هي رسالتكم كوزارة داخلية للأهالي في المناطق المحررة؟ نقول لأهلنا في المناطق المحررة أن هذه المؤسسة هي لخدمتكم وحفظ أمنكم وحمايتكم وهذا لن يتم إلا بتعاونكم والوصول إلى مجتمع آمن هو واجب على الجميع تتعاون به وزارة الداخلية مع باقي الجهات والمجتمع ونذكر أهلنا بنعمة الأمن والأمان الموجودة لدينا في المحرر وهذا بفضل الله عز وجل ثم جهود الأخوة العاملين في المؤسسة الأمنية ونؤكد إننا لن نتوانى في حفظ الأمن والأمان ومحاسبة كل من تسول له نفسه في العبث في أمني المحرر شكرا جزيلا لك سيد محمد على هذه المعلومات ولا شك أن أمن المناطق المحررة لا يقع على عاتق المؤسسة الأمنية وحسب وإنما يقع على عاتق المجتمع ككل من أجل حفظ هذه المنطقة التي ننتمي لها عسى رب العالمين أن يفتح علينا باقي المناطق المغتصبة من قبل هذا النظام المجرم شكرا جزيلا لك مرة أخرى على هذه المعلومات وأتقدم بالشكر الجزيلا لكم مشاهدين الكرام أتمنى لكم طيبة المتابعة بأمان الله